تمهيدا لتسلم السلطة في يناير المقبل يبدأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بتشكيل إدارته إلى البيت الأبيض بدفعة أولى من الأسماء وفي طليعتهم قادة حملته الانتخابية المتوقع أن يتسلم ناصب عليا كان بايدن قد أعلن الأسبوع الماضي تعيين كبير مستشري الحملة السابق رون كلين للعمل ككبير موظفي البيت الأبيض فريق بايدن وإن لم تتضح بعد صورته الكاملة إلا أنه سينفذ ما أعلنه الرئيس المنتخب بشأن ملفات عدة سياسية واقتصادية وصحية من ضمنها مواجهة كورونا